اهلا بكم الى موجز اخبار الان قال وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية دكتور انور جيرجاش قال انه لا حوار قبل التزام قطر بوقف دعم الارهاب مؤكدا ان اصل الازمة الحالية هو دعم قطر للارهاب وقال دكتور جيرجاش في تغريدات عدة على تويتر ان حل الازمة يكمن في تغيير نهج قطر لصالح الاستقرار مشيرا الى ان سياسات قطر الاقليمية انتجت التطرف والفوضى والعنف واضف ان مواقف قطر المزدوجة من دعم الارهاب تسببت في كوارث للمنطقة مؤكدا ان الدبلوماسية هي الحل الوحيد للازمة الحالية مع قطر رحبت اسعودية بتصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب التي اكد خلالها ضرورة ان توقف دولة قطر تمويل الارهاب ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول قوله ان محاربة الارهاب والتطرف لم تعد خيارا بقدر ما هي التزام بتطلب يتطلب تحركا حازما وسريعا منه دخلت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن مدينة الرقم معقل تنظيم داعش من اطرافها الغربية وذلك بعد ان دخلت من الجهة الشرقية عبر حي المتشلب قبل ايام وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان قوات سوريا الديمقراطية سيطر الصباح اليوم على القسم الغربي من حي السباهية وتحصل مواقعها في الحي واضف ان القوات توجهت ايضا الى الشمال نحو حي الرومانية المجاور استعدت القوات العراقية السيطرة على حي الجنجيل المحاذي للمدينة القديمة اخر الاحياء المتبقية تحت احتلال داعش في الساحل الايمن لمدينة الموصل وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن رائد شاكر جودت ان القوات بدأت بعمليات واسعة لتأمين الحي من افراد داعش والمخلفات الحربية مضيفا انه تم العثور على معمل كبير يضم اجهزة حديثة لتصنيع القاذفات قالت مصادر امنية ان قوات عراقية صدت هجوما شنه تنظيم داعش في الساعات الاولى من صباح السبت على بلدة الشرقات جنوب الموصل قتل خلاله اكثر من ثلاثين من العسكريين والمدنيين واصيب اربعون اخرون واضفت المصادر ان نحو 12 مسلحا من داعش قتلوا ايضا في المعركة التي انتهت قرب منتصف اليوم ومهدت السيطرة على الشرقات لبدء الهجوم على الموصل المعقل الرئيس لتنظيم داعش في العراق قدمت قوات امريكية خاصة الدعم للجيش الفلبيني في مراوي حيث قتل 13 جنديا من مشاة البحرية الفلبينية في معارك معها متطرفين ويؤكد الجيش الفلبيني ان المتشددين يسيطرون حاليا على قربة 10% من مراوي الى اللقاء اشتركوا في القناة